القضاء الأمريكي يزيح السطار عن التفاصيل المتعلقة بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من 11 ألف وثيقة حكومية عثر عليها خلال المداهمة مخزنة في 33 صندوقا كشفت عنها السجلات القضائية لمحكمة فلوريدا الاتحادية فيما تناولت السجلات بيانات حول التحقيقات الجنائية الفدرالية بشأن ما إذا كان ترامب احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات تتعلق بالأمن الوطني وحاول عرقلة التحقيق ضده وكذلك كشفت المحكمة عن 90 ملفا فارغا عثر عليها في منزل الرئيس السابق بينها 48 عليها علامة سرية ما يثير التساؤلات حول إمكانية تسريب محتوى تلك الملفات أو فقدها ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك القانون الأمريكي بشأن التجسس وحيازة مستندات سرية أما ترامب فندد بالاتهمات الموجهة ضده مؤكدا أن تلك الوثائق قد رفعت السرية عنها واعتبر الرئيس السابق أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله عمل غير دستوري وراءه دوافع سياسية وطالب بتعيين خبير مستقل للنظر في الوثائق التي تمت مصادرتها طلب عرضته وزارة العدل وعزت السبب إلى أن انخراط طرف ثالث في القضية سيدر بمصالح الحكومة بما في ذلك المتعلقة بالأمن القومي وتأتي هذه الأزمة في وقت تتصاعد فيه المشحنات بين الرئيسين السابق والحالي إذ أكد بايدن بأن ترامب وأنصاره يمثلون التطرف ويهددون أسس الجمهورية الأمريكية ليتهم الملياردير الجمهوري رئيس البلاد بالجنون وعرقلة جهود النهوض بالولايات المتحدة